ألف ألف مبروك فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 الحقيقة حلم كان الناس كلها كانت بتحلم أن تكون مصر هي منظمة كأس العالم خلال الفترة اللي فاتت بالكامل كان كل الناس أملها أن مصر تفوز بتنظيم كأس العالم لعدة أشياء زي ما حضراتكم عارفين كأس الأمم أنا آسف كأس الأمم الأفريقية كأس العالم يا ريت ننظم كأس العالم إن شاء الله لكن خلال الفترة اللي فاتت كان فيه ناس كتيرة جدا نفسها أن مصر تنظم كأس الأمم الأفريقية 2019 لعدة أسباب السبب الأول أن كأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون واحدة من أهم كأس الأمم الأفريقية السابقة لأنها ستتعمل إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين في بداية شهر 6 القادم ولأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية أو بطولات الأمم الأفريقية ستكون في شهر 6 القادم بعد تغيير بقى المواعيد اللي حضراتكم عارفينها كانت كأس الأمم الأفريقية دائما ما تلعب في شهر يناير وكانت كل الدوريات الأوروبية في العالم في العالم كله كانت بتعاني من هذا الموضوع لأن اللاعبين الأفارقة كانوا كتير جدا منتشرين في كل الدوريات الأوروبية العالمية فقرر الاتحاد الأفريقي بعد انتخاب أحمد أحمد كرئيسا للاتحاد الأفريقي أن تكون بطولات كأس الأمم الأفريقية بدايتها إن شاء الله في شهر 6 القادم لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية وده حيكون في مصر في مصر نهاردة الحقيقة ملحمة رائعة عملها اتحاد كرة القدم اللي احنا بنحيي في بعض الأمور اللي بننتقد فيها اتحاد كرة القدم ولكن ألف ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على رأسهم المهندس هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد والرجل الحقيقة الدولي القوي في الاتحاد المصري أيضا ألف مبروك لشركة بريزنتيشن اللي كان لها دور كبير جدا أيضا في وجودها في السنغال والأستاذ محمد كامل خلال الفترات اللي فاتت كان موجود دايما في الدول الأفريقية علشان إقناع الدول الأفريقية بأن تكون مصر والموضوع ما كانش والموضوع الحقيقة ما كانش طبعا ده وفد مصر في دكار بقيادة المجموعة المتواجدة يعني التلفزيون بعيدة جماعة وإحنا جبرنا في السن برضو خلي بالك فده الأستاذ محمد كامل على ما أعتقد وفد بريزنتيشن وفد اتحاد كرة القدم والأستاذ هاني أبو ريدا والأستاذ أحمد مجاهد والأستاذ كرام الكردي على الرغم أن هناك دايما اختلافات بيننا وبينهم أو مش دايما في بعض الأوقات هناك اختلافات ما بيننا وما بين أعضاء مجلس دارة الاتحاد ولكن في النهاية ده حدث قومي تاريخي الحقيقة بالنسبة لمصر وإن شاء الله إن شاء الله تكون كأس الأمم الأفريقية في نسختها القادمة ولأول مرة تقام في شهر ستة بعد زي ما حضراتكم عارفين بقى ما قلت لحضراتكم الحكاوي اللي بتحصل في الأول إن معظم اللاعبين الأفارقة كانوا بيلعبوا في شهر واحد فكانت الدوريات الأوروبية الإنجليزية والأسبانية والفرنسية بتعاني إن كل اللاعب الأفارقة كانت أو معظم اللاعب الأفارقة كانت بتروح تلعب مع منتخب بلادها وبالتالي مجهود يشكر عليه الجميع زي ما قلت لحضراتكم كل أعضاء مجلس دارة الاتحاد المهندس هاني أبو ريدا وبقية أعضاء الاتحاد أيضا الأستاذ محمد كامل وبقية العاملين في شركة بريزنتيشن اللي عاملين شغل رائع 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 تخيلوا حضراتكم 16 صوت لمصر 16 صوت من 18 واحد امتنع و16 أعطوا أصواتهم لمصر ودولة وحيدة فقط هي من أعطت صوتها لجنوب أفريقيا لأن زي ما حضراتكم عارفين كان هناك منافسة ما بيننا وما بين جنوب أفريقيا ولكن مصر اكتسحت جنوب أفريقيا نفسينا بقى نشوف إيه؟ نفسينا نشوف بطولة كأس الأوم الأفريقية في شهر 6 اللي جاي إن شاء الله زي ما شفناها في 2006 وزي ما شفنا الجماهير كانت بتغطي كل ملاعب اللي كانت موجودة كانت دايما مليانة جمهور والجمهور كان موجود في كل حتة وكانت من أنجح البطولات الأفريقية ده مش كلامي ده كلام الاتحاد الأفريقي اللي بعد 2006 أعلى طبعا منظر أشكرك يا سامير منظر رائع منظر رائع الحقيقة نفسينا إن شاء الله يتكرر مرة أخرى خلال كأس الأمم الأفريقية القادمة عندنا طبعا مشاكل كانت بتحصل خلال الفترة اللي فاتت ولكن كل حاجة الحمد لله هترجع زي الأول وفضل خدوا بالحضراتكم كأس الأمم الأفريقية دي برضو لأول مرة هتكون فيها 24 فريق حاجات كتيرة جدا وأرقام كثيرة جدا جدا في كأس الأمم الأفريقية القادمة ولكن الأهم في هذا الموضوع هو أن مصر هي من ستنظم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما الاتحاد الأفريقي سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون بسبب أشياء كثيرة جدا ولكن الملاعب جاهزة كل حاجة جاهزة إن شاء الله وإن شاء الله نرى كأس أمم أفريقية تليق بزعامة مصر في القرى الأفريقية وزي ما حضراتكم عارفين ودايما أنتوا الأساس وجمهور الأهلي خدوا بالكم مش أي جمهور جمهور الأهلي هو الأساس لأن جمهور الأهلي هو الأكثر في جمهورية مصر العربية وبالتالي حضراتكم اللي هتبقوا الأساس في نجاح هذه البطولة في كل المحافظات اللي هتتلاعب فيها البطولة سواء في اسكندرية هنا هنا في كل حتة في اسماعيلية في القاهرة في محافظات كثيرة جدا جدا هيبقى البطولة منتشرة في كل محافظات مصر وبالتالي حضراتكم كجمهور اللي هتبقوا الأساس في نجاح هذه البطولة ألف مبروك تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لمصر